بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الصادق عليه السلام إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم وهو الصمت الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران إني نبرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تفاتروا ولا تجادلوا ولا تنادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تضاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر واجتنبوا قول الزور والكذب والفري والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه حائرين خائفين راجين مرغوبين مرهوبين راغبين راهبين قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث ونظفت الجسم من القاذورات وتبرأت إلى الله من عداه وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك ووهبت نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له ووهبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك وكلما أنقصت منها شيئا فيما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك وإن أبي قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله إمرأة تساب جارية بها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها كلي فقالت أنا صائمة يا رسول الله فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم ما أقل الصوام وأكثر الجواع